أهلا بحضرتكم من جديد ولقاءنا المنتظر مع الشيخ الدكتور أحمد كريم أستاذ الفقه المقارن بجمعة الأزهر مساء الخير على حضرتك دكتور وكل سنة وحضرتك بخير سنة هجرية سعيدة علينا جميعا يا رب وأيام طيبة ومباركة بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم عام هجري مبارك ومناسبة طيبة على الإنسانية جمعاء لمسلميها وغير مسلميها يعني كمان بنحتفل بيوم عشراء الجمعة الجاية بإذن الله إن شاء الله تعالى وليه فضل كبير في مسألة الزمالة زمالة الشرائع أحسنت لو حضرتك توضح لنا ده وتفهمهم أحسن تبارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم أخرج الشيخان البخاري ومسلم بالسند لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد يهود طبعا كان المدينة فيها قبائل أشهرها بن القريزة وبن النظير إلى آخره فوجد يهود يصومون يوم عشراء اللي هو يوم العاشر من المحرم وده حضرتك ومتابعين الكرام اليوم الوحيد اللي اليهود بيعظموا بالتقويم القمري أو العربي فوجد يهود يصومون يوم العاشر من المحر فيعني لما عمل حقور معهم قالوا هذا يوم صالح نجى الله تعالى فيه موسى من عدوه وفي رواية من فرعون طبعا برضو جملة صحيحية أخرى ليس الفراعنة أو حكام أو المصرين القدماء لا قدر الله كانوا على غير التوحيد لا ده فهم غالط يعني يمكن واحد فقط أو اتنين إنما لا الفراعنة أو المصرين القدماء كانوا يؤمنون بوجود إله وحضرتك كانوا يعتقدون بالبعث والجزاء ويوم القيامة وده موجود الحمد لله على مقابرهم ويعني يكفي أخناتون يعني لي قصيدة في توحيد الله عز وجل ممتازة جدا ويدل على إنه كان يؤمن بإله خالق لهذا الكون نرجع لحديثنا قالوا هذا يوم صالح اللهم العاشر من المحرم نجى الله فيه تعالى موسى من فرعون أو من عدوه وفي رواية ثالثة بني إسرائيل من عدوهم فهم بيقولوا يعني اليهود يهود يثرب فصامه موسى عليه السلام طبعا صيام المسلمين غير صيام إخوتنا المسيحين غير اليهود فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرع ويطبق بتطبيق عملي التسامح الإسلامي أو يبين زمالة كما تفضلت الشراء الله ينور عليه ودي برضو حضرتك تزيد الأمر توضيحا ضد جحاف المتنطعين والغلاوة والمتشددين والمتطرفين الإسلام ما جاء ليبني بنيانه على أنقاض الآخرين هذا دفعهم مغلوط الإسلام يقر التعددية والتنوع الديني الله قال في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد وفيه الآية 62 سورة البقرة وفي سورة العمران وفي السورة المائدة كلها على إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون إلى آخره التنوع الديني وزمالة الشرائع أمر مقرر في الإسلام فهنا حضرتك أستاذ هدير أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي رسالة للعالم بأسره ألونه لما سيدنا موسى عليه السلام صام هذا اليوم اللي هو العشر من المحرم كان ممكن حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أمر يخص سيدنا موسى صحيح هذا أمر يخص بني إسرائيل أنا لا شأن لي به لكن لا اغتنمه مناسبة لإعلاء زمالة الشرائع فقال أنا أحق بموسى منكم وأنا سأصوم وأمر بصيامه تسع سنين عشان فيه ناس مش فهم الأحاديث تسع سنين الرسالة والسلام صام يوم العاشر من المحرم فقط تمام السنة العاشرة في المدينة اللي هي خلاص قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل يعني السنة القادمة لا أصومنا التاسعة والعاشر لكن القدر لم يمهله فلم يصوم تاسعاء ولكن يعتبر بشبه وصية أو تشريع من النبع السلام باستحباب صوم يوم التاسع ويوم العاشر من المحرم وكما تفضلت أنت سألتني قبل الهواء مباشرة عن الفضل زادك الله فضلا ومتابعينا طبعا خالص صلى الله عليه وسلم صوم يوم العاشر أو يوم العاشراء يكفر السنة التي قبلها هنا بقى سيدتي لنا ملحظ جميل نحن ودعنا العام الهجري الماضي 1444 هجرية وستقبلنا عام هجري جديد سبحان الله ودعنا العام الهجري الماضي بصوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلها بنستقبل عام هجري جديد بصوم يوم عاشراء في تكفير لسنة قبلة يعني عطاء إلهي واصطفاء رباني واشتباء من الله لهذه الأمة المسلمة بتودع عام مضى بشهر زي الحجة في أعمال الحج وفي يوم عرفة وطبعا عيد الأطحى المبارك بما فيه من الأطحية وبتستقبل الأمة المسلمة عاما جديدا بنبتدأ في شهر المحرم بعد انصرف الناس من الحج وده سر أن سيدنا عمر علي رضوان الله اختار المحرم بداية للتاريخ الهجري ومن هدية ربنا أيضا للأمة أن فيه يوم عشراء هيهل علينا بالخير واليوم والبركات وأيضا زي ما قلت الجنابي الإسلام يقر التنوع الديني التسامح الإسلامي في صور ليست نظرية فقط لا صور عملية لأن كون أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم ويبقى سنة ومن الصوم المسنون في التشريع الإسلامي هذا بيدل على التسامح الإسلامي وأرجوك بس أنا عارف أن الوقت يعيبنا شوية وده حضرتك يؤصل الأسبقية والريادة للتشريع الإسلامي في حقوق الإنسان قبل منظمات حقوق الإنسان عايزة كمان أسأل حضرتك يا دكتور ودائما كنت سؤال الناس بتيجي في دماغها ودائما بنسأل الأسئلة دي لكن بنبقى عايزين نسمع من أهل العلم يوم عشراء السنة دي جاي يوم الجمعة نعم حق من صيام ومنفرد من غير يوم تسوعاء للي ما قدرش يصوم أحسنت الله يبارك فيك هو حضرتك هنا الكراهة لو الإنسان صام الجمعة أو السبت أو الحد بدون سبب بدون إيه سبب هنا لما إحنا هيجي مثلا يوم الجمعة وأحييك على السؤال جنابك هنا أنا مش هصوم علشان أنه يوم جمعة ده أنا بصوم للحدث اللي هو يوم عاش وراء كذلك لو وقع في الأيام المكروهة فأنا حضرتك هنا لا حرج ولا بأس أن الإنسان هيصوم يوم عشراء يوم الجمعة لا كراهة في ذلك ولا حرج في ذلك لأن سنصوم بإذن الله تعالى للحدث نفسه اللي هو العاشر من المحرم وليس لخصوص يوم الجمعة طيب إلا صحياً ما يقدرش يصوم عشراء وتسعاء لكن بيكون عايز يعمل أعمال يتقرب بها إلى الله في الأيام المبركة هو يمكن العلماء استحبوا في الفقه التراث الموروس الاحتفاء به بالصدقات ويعني ما تيسر من طبعاً الأدعية والأسكار الشرعية لكن أنبه حضرتك نحن في مصر بلد الأزهر الشريف الثقافة الأزهرية احنا بنعظم يوم عشراء للاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أما ما يفعل عند غيرنا في بيئات أخرى ومواطن أخرى لا شاء لنا بها هو ليس يوم حزن إطلاقاً ولذلك أقولك بقى طرفة أخصك أنت بيها ربنا يبارك فيك سيدتي كان المصريون من أيام الفاطميين إذا جاء يوم العاشر من المحرم طبعاً عشان كان يعني الفكر الشيعي في هذا الوقت فكانوا يأكلون العدس الأسود لو بنسمحنا العدس أبو جب اللي بتعمل على الكوشري ده وكانوا يشربون البن بدون سكر وكبد الجمل يعني مأكلات تدل على الحزن بيسموه يوم عزاء ده كان قديم تأثراً بالفكر الشيعي طبعاً الحمد لله رب العالمين يمكن رغم 200 سنة بوجود الفاطميين مصر بقيت على سنيتها وعلى ثقافتها الأزهري المؤمن ناصر صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه فهو اشتشار هنا العلماء علماء مصر قالوا احنا يوم العاشر لا نريده يوم حزن ولا يوم عزاء فهم قالوا ان الشعب المصري بيحب الأكل يعني عنده غرام بالأطعمة في رمضان بيأكلون الكنافة والقطايف في عيد الأطحى يأكلون الجلاش والفتة والرقاق في مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصنعون الحلوة قالوا هو شعب طيب يعني شعب محبي للحياة مقبل على الحياة فهم قالوا له احنا نعمل بقى بدل من العدس الأسود والبن بدون سكر وكبد الجمل والكلام ده اللي هو فيه حزن عند الشيعة احنا بلد ليست بيئة شيعة قالوا له احنا بقى نغير هذا الموروث بطبق عاشوراء قالوا ما طبق عاشوراء ألسى نأتي إلى القمح المجروش ونأتي بالحليب ونأتي بالمكسرات خطبها لحضرتك ونأتي بماء الورد ونأتي بالسكر فتم اختراع طبق عاشوراء وده من فقه المصريين في أن يوم العاشر من المحرم يوم فرح وليس يوم حزن يعني وهنا يفترق المصريون في ثقافتهم الأزهرية السنية الجميلة الوسطية عن الشيعة هم أحرار بس احنا بلد ثقافة الأزهر والسنة بفضل الله عز وجل فيوم عاشوراء هو يوم فرح وسرور لأن النبي ابتهك فيه بأن أخاه في النبوة اللي هو سيدنا موسى عليه السلام نجاه الله في هذا اليوم في البحيرات المرة في العبور أو الخروج عند أهل الكتاب من اليهود أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات دكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر شكرا جزيلا على وجودك معنا وكل عام وحضرتك بخير ومصر والمصريين والأمة العربية بخير بارك الله فيكم أستاذ هدير شكرا جزيلا